رحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دكتور تيدروس ادهانوم بقرار مصر بقبول بعض المصابين والمرضى من غزة لتلقي العلاج على صفحته رسمية بموقع التواصل الاجتماعي أكد تدرس ادهانوم أن المنظمة تعمل مع وزارة الصحة المصرية لعمليات الإجلاء الطبية مؤكدا على مواصلة المنظمة تقديم الدعم كما شدد أيضا على ضرورة التسريع الفوري في تدفق المساعدات الطبية المسموح بها إلى قطع غزة اشتركوا في القناة